وما يجده الإنسان من ألم بما يسمعه أو يناله من أذى المؤذين يضيق به صدره ودفع ذلك باللجأ إلى ربه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فالمخرج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لذلك لا يقابل أذى الخلق بمثل طاعة الله وتقوى لا يقابل أذى الخلق بشيء أنفع من اللجأ إلى الله بالتقوى والطاعة والتوبة والإحسان وهذا ما ذكره الله في وصيته لرسوله في موابع عديدة هنا يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الوروب وفي تلك الآية وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ أَخْبَرْ بِأَلَمَهِ مِمَّا يَسْمَعُونَ من أذى المؤذين المستهزئين ثم قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ترجمة نانسي قنقر